الكيان الصيوني سيقف لأول مرة في تاريخه كمدان أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بعدما رفعت دولة جنوب إفريقيا قضية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد سكان غزة لا يقف الأمر عند هذا الحد فطلب جنوب إفريقيا يكتسب إجراء مؤقتا من قبل المحكمة لمنع إسرائيل من ارتكاب أعمال إبادة جماعية محتملة أهمية ملحة كانت قبل أسبوعين غير قابلة للتصديق بحسب صحيفة الجارديان البريطانية خطوة جنوب إفريقيا يبدو أنها أقلقت الكيان المحتل الذي قال إنه سيدافع عن نفسه في المحكمة ما يعكس انقلاب سياسته الممتدة عبر عقود والمتمثلة في مقاطعة المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة وتجاهلها بالكامل أما الحليف والداعم الأكبر لكيان الاحتلال أمريكا فقد انبرت للدفاع عن جرائمه معتبرة كافة الإدعاءات بخصوص الإبادة في غزة غير صحيحة قد تعقد الجلسة الأولى في لاهاي خلال خمسة أيام وقد تصدر محكمة العدل الدولية حكما مؤقتا في غضون أسابيع قليلة بحسب خبراء في القانون الدولي أكدوا أن إسرائيل لن تلتزم بالحكم الذي قد سيصدر رغم أن واشنطن ستجد صعوبة في استخدام حق النقد الفيتو ضد القرار مع تنامل غضب الشعبي العالمي وتصاعد حدة العزة التي تعاني منها أمريكا بحسب موقع ولا العربية القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا تكتسب دعما متصاعدا من دول ومنظمات عديدة أهمها تركيا إضافة لمنظمة التعاون الإسلامي فيما غاب عن تأييدها الكثير من أنظمة الدول العربية